لقطة مهمة وجميلة حقيقة حصلت مساء السبت الماضي في العاصمة السعودية الشقيقة الرياض اللقطة دي الحقيقة أنا عايزة أتوقف عندها شوية لأن فيها إشارات وفيها دلائل ومعاني كتير هذه اللقطة كانت متمثلة في إحدى الفعاليات اللي أقيمت تحت العنوان الكبير موسم الرياض اللي بتشرف عليه وتنظمه هيئة الترفيه من المملكة العربية السعودية هذه الفعالية كانت مباراة في الملاكمة لكن الحقيقة لم تكن مباراة كأي مباراة كانت مباراة زي ما أطلق عليها كده نزال النار أو نزال حلبة النار ما بين اتنين من أهم أبطال العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل فيوري وأوسك هي بالفعل تصلح كما قيل عنها ووصف في الإعلام أنها مباراة القرن في الملاكمة مش بس عشان قوة البطلين والنزال اللي أنا تبعته كان الحقيقة عنيف ودرامي ومثير واحترافي إلى أبعد تقدير وكانت متعة لمن يحب يعني الرياضة الملاكمة كانت متعة حقيقية لكن كمان علشان الحالة اللي أقيمت فيها هذه المباراة وطبعا المباراة انتصرت رياضيا أو مالت رياضيا لصالح أوسك اللي فاز بها وأصبح الآن سجله خالي من الهزائم وأصبح هو بطل العالم بكل ما تحمله الكلمة في الملاكمة في الوزن الثقيل لكن أنا عايز أتوقف بره المباراة ورياضة الملاكمة والحلبة اللي كانت فعلا حلبة نار قدام فكرة التنظيم لأن الحقيقة ودي شهادة لازم أعترف بيها أن المملكة العربية السعودية وتحديدا هيئة الترفيه ورئيسها المستشار تركي الشيخ أصبح لديهم الخلطة السرية للنجاح في فكرة صنع الحدث صنع الأحداث علم مش مجرد كده أن انت تنظم حاجة وتجيب كذا وتعمل بشعبه وتحجز القاعة يعني كثير من دول العالم بتصنع أحداث لكن كيف تصنع الحدث وتسوقه وتروجه ليكون حدثا عالميا بكل المقاييس هي دي الخلطة الصعبة اللي مش أي حد يقدر يعملها وعلى مدار فعاليات موسم الرياض وصولا للفعالية الأخيرة أنا بكلمكم عنها مساء السبت الماضي الحقيقة السعودية نجحت في أنها تصنع لنفسها مستوى يخلي العالم كله تقول لما موسم الرياض أو السعودية هتعمل حدث فهو لن يقل عن المعيار العالمي بل سيفوقه وفي حالة من حالات الإبهار هذه الخلطة السحرية أو الخلطة السرية اللي توصلت إليها هيئة الترفيه أن أنت تشوف أعلى مستوى من المنافسة في كل المجالات ابتكلم فيها فهذه المرة ملاكمة فهنجيب أعلى مستوى وأعلى بطلين أقوياء متصدرين المشهد هذه الأيام ده واحد اتنين توفير كل الإمكانيات المالية والفنية والتقنية لخروج هذا المشهد أو هذا النزال في أعلى مستوى مبهر يمكن تقديمه تلاتة هو استفاف أو حشد النجوم لحضور هذا الحدث ليه؟ لأن النجوم فيهم ميزة مهمة جدا 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 وهي فكرة جذب الأنظار أنت ممكن تعمل حدث لكن الأنظار ما تلتفتش ليه قوي طب إيه اللي يساعد على جذب الأنظار زي المغناطيس كده إلى هذا الحدث وإنجاحه على المستوى الشعبي والإعلامي والسوشيال ميديا ومواقع التواصل وبالكذا أن يكون النجوم حاضرين فشفنا طبعا نجم النجوم كريستريانو رونالدو موجود شفنا من النجوم المصريين الفنانة ياسمين صبري اللي كانت متألقة بفستان أسود واردة حمراء كده انتوا عارفين ياسمين يعني دايما مهتمة جدا بالفاشونيستا والأزياء والديزاين وما إلى ذلك شفنا الفنانين الأشقاء عمر سعد وإحمد سعد بالإضافة لمجموعة من النجوم طبعا في المملكة العربية السعودية ونجوم عالميين آخرين فعندما تصنع هذا المثلث أنه الحدث نفسه قوي وإنتاج وتنظيم وإشراف وإخراج مبهر وعالمي مع وجود حجد من النجوم العالميين هنا انت عملت التوليفة التي تضمن بها النجاح حشان كده هذا الحدث حظى باحترام وإعجاب الجميع والحقيقة هنا لازم نقول أنه النموذج السعودي في تسويق وإخراج المنتج الحضاري والتنويري والثقافي والفني والرياضي اللي السعودية بتستضيفه سواء في موسم الرياض أو باقي الفعاليات الكثيرة اللي شفناها نموذج لصناعة النجاح نموذج لإثبات الوجود نموذج للوصول إلى الغاية عن طريق العلم والدراسة والفهم في إطار رؤية محددة فتحية الحقيقة لهيئة الترفيه والمسطر التركي والمملكة العربية السعودية على القدرة على صناعة النجاح بالطريق العلمي اللي كتير للأسف من الناس ما بيتبعوهوش في الأعمال اللي بيعملوها